أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني النهاردة معنا ساعة جديدة من ساعات التعليم الفني مادة الأمن المهني للصف الثالث الفندق النهاردة معنا منهج الترمي التاني وتكلمنا المرة اللي فاتت عن عقد الإقامة وإيه طبيعة عقد الإقامة والنهاردة هنشوف أخدنا إيه المرة اللي فاتت عقد الإقامة عبارة عن جماعة لعدة عقود يعني تناولها القانون البرتغالي تناولها القانون السوداني بس القانون البرتغالي اتكلم وقال إنه عقد الفندقة أما القانون السوداني أطلق عليه عقد الإقامة يبقى أنا عندي هو جماع من عدة عقود وكان التقنين المدني البرتغالي هو أول القوانين اللي تناول هذا العقد وسميه عقد الفندقة عرف عقد الفندقة بأن يلتزم شخص أن يطعم ويأوى أو يأوى فقط شخص آخر نظير أجر معلوم لازم حتة الأجر دي تبقى احنا كلنا متفقين عليها ماينفعش ان انا طبعا اسكن عندي في الفندق النزيل بدون أجر وطبعا الأجر والكلام ده كله مش بيحددها صاحب الفندق ولكن الاشراف الدولة طبعا لازم يكون على هذه الأسعار مش من تلقاء نفس صاحب الفندق انه هو اللي يقول الأسعار بتاعته او اي صاحب فندق يقول انا هسعر الغرف بتاعته لا طبعا لازم اشراف الدولة الكامل يكون في النقطة دي اول القوانين الحديثة التي تطع تنظيم لعقد الاقامة هو القانون السوداني يبقى عندي القانون البرتغالي اطلق عليه عقد الفندقة اما القانون السوداني اطلق عليه عقد الاقامة يبقى تاني هو جماع من عدة عقود التقنين المدني البرتغالي هو اول القوانين الذي جعل لهذا العقد تسميت اسم عقد الفندقة ما هو بطريف عقد الفندقة ان يلتزم شخص بان يطعم ويأوى او يأوى فقط شخص اخر نزير اجر معلوم أما القوانين الحديثة التي تضع تنظيم لعقد الإقامة هو القانون السوداني ووضع له اسم وهو عقد الإقامة اللي احنا بنتناوله دلوقتي ما هو عقد الإقامة؟ هو عدة عقود هو عدة عقود زي إيه؟ زي عقد الإيجار، عقد البيع، عقد الوكالة، عقد الوديعة، عقد النقل وعقد العمل وأخيرا عقد المقاولة يعني إيه كل دوت لازم هنحلل عقد الإقامة واحد عقد الإيجار هو إيجار الأشياء والخدمات مقابل مادية هل أنا هأجر الغرفة بدون أي مقابل؟ لا طبعا هل أنا هأكل النزيل في المطعم بتاع الفندق بدون أي أجر؟ لا طبعا يبقى كل الأشياء وكل الخدمات التي تقدم للنزيل لازم يكون نظير أجر معلوم نظير أجر معلوم دي نقطة في غاية الأهمية طيب، اتنين عقد البيع أنا ببيع طبعا الطعام في المطعم أنا ببيع أي خدمة للنزيل في الفندق لازم تكون معلوم أنه هو هيدفع لها سعر وطبعا أول ما بيأخذ عندي الغرفة بقوله كل البيانات بقوله كل التعليمات بديله مفتاح الغرفة وبديله كارت في كل المعلومات اللي هو بيبقى عايز يعرفها من سعر الغرفة من الوجبات اللي هيتناولها من أسعار كل شيء علشان يكون على علم بهذه الأسعار ثلاثة عقد الوكالة يعني عقد الوكالة أن كل العاملين يقوموا بتنفيذ أوامر النزيل طالما تكون الأوامر دي في حدود طبعا القوانين وفي حدود الأداب فلازم يكون كل العاملين في الفندق على أهبط الاستعداد لتنفيذ كل أوامر النزيل أربعة عقد الوديعة طبعا إحنا كلمنا أن النزيل بيجي طبعا مع الحقائب مع الأمتاع مع الأشياء بتاعته فلازم يكون مطمئن كل الأطمئنان على هذه الودائع وأنه بيسيبها في إيد أمينة طبعا لأن الفندق لو النزيل تعرض لحادث الصرقة داخل هذا الفندق فهو بيسيب كده صمعة سيئة للفندق فلازم الفندق يكون على استعداد كامل بأنه يحافظ كل المحافظة على هذه الودائع خمسة عقد النقل الفندق طبعا لازم يوفر لي وسيلة النقل بتنقلي سائحين أو بتنقلي الجسد من الفندق للمطار أو من المطار للفندق طبعا دي بتبقى لمسة كويسة جدا أن الفندق بيوفر لي هذه الوسائل من المواصلات فبتوفر لي طبعا العبق على السائحين أو النزلاء فبتبقى يعني كويسة وبتبقى صمعة كويسة للفندق طبعا عند النزيل ستة عقد العمل طبعا أنا كل العاملين في الفندق قلنا أنهم بيقدموا كل الخدمات للنزيل وطالما النزيل بيتعامل مع الفندق بكل ساعة صدر طبعا لازم العاملين كلهم بيكونوا على أهبط الاستعداد أنهم يتعاملوا مع النزيل وبيقدموا له كل الخدمات المطلوب منهم سبع عقد المقاولة يعني إيه عقد المقاولة أنا عندي المطبخ بينفز لي الوجبات طبعا أنا بيدخل لي المواد الخام في صورة وبتخرج لي وجبات في صورة تانية فتسمى هذا عقد المقاولة إننا بعمل الوجبات بقدمها في المطعم للنزيل ومقابل كل هذه الأشياء طبعا لازم هيتفعل المقابل المادي اللي اتفاقنا عليه يبقى تحليل عقد الإقامة بكل بساطة هو عقد الإيقار عقد البيع عقد الوكالة عقد الوديعة وعقد النقل وعقد العمل وعقد المقاولة عقد الإيجار هو إيجار الأشياء والخدمات مقابل المادي معلوم عقد البيع هو بيع البضاعة للنزلاء من مأكل ومشرب وأغذية ومشروبات ثلاثة عقد الوكالة إن العاملين يقوموا بتنفيذ كل أوامر النزلاء أربعة عقد الوديعة إن الفندق يحافظ على أمتعة النزيل بكل وسيلة من الوسائل خمسة عقد النقل إن الفندق بينقل النزيل وأمتعة النزيل من الفندق إلى المطار أو من المطار إلى الفندق ستة عقد العمل وهو تقديم الخدمات للنزيل وسبعة عقد المقاولة وهو إعداد الغزاء للنزيل بعد كده لازم نتعرف على تعريف عقد الإقامة لأننا خلاص تناولنا عقد الفندقة فنتناول عقد الإقامة وهو اتفاق بين النزيل والفندق يلتزم الفندق بأن يمكن النزيل من الإقامة والمأكل والخدمة مدة معينة لقاء أجر معلوم يبقى المدة دي مهمة جداً لنحن لازم نحددها والأجر مهم جداً لنحن لازم نحدده علشان يبقى النزيل على دراية كافية بكل الأشياء اللي عايز يعرفها لازم السعر يكون معروف لازم هو كمان يديني المدة المعلومة لأنه ما ينفعش أن أنا أجر له مدة غير معلومة لازم يحدد لي هو هيقعد عندي أسبوعين وهكذا وطبعاً الأجر المعلوم قلنا بيقع تحت إشراف الدولة الكامل طيب أرقان عقد الإقامة أربع أركان إحنا عندنا أي عقد في الدنيا لازم يستند على أركان أركان هو الرضا المدة الأجر المحل الرضا المدة الأجر المحل يبقى تاني تعريف عقد الإقامة بكل بساطة هو اتفاق بين النزيل اتفاق بين النزيل والفندق بأن يمكن النزيل من الإقامة عنده في الفندق يعني أن يلتزم الفندق بأن يمكن النزيل من الإقامة عنده في الفندق والمأكل والخدمة مقابل أجر معين ومدة معلومة أركانه قلنا الرضا المدة المحل والأجر بعد كده نتناول الرضا الرضا عندي في صورتين الصورة الأولى وهو الرضا الصريح والصورة الثانية وهو الرضا الضمني يعني التعبير الصريح وهو الشفاهية يعني أنا عندي خلاص اتفقنا أن النزيل هيجي عندي واتفقنا أن أنا بعرض كل الغرف للنزلاء كلهم فهو دوت الرضا الشفاهي أو الصريح وهو ممكن يكون شفاهية أو عن طريق المراسلات ما بين الفندق وشركات السياحة بتعلن عن أنها الفنادي دي مفتوحة للنزلاء وأنها على كامل الرضا بأنهم يستقبلوا السائحين أو النزلاء أما التعبير الضمني وهو عمل الدعاية والإعلان طبعا أنا صاحبة الفندق بعمل الدعاية الكافية بعمل الإعلانات الكافية للفندق بتاعه عشان أعمله التسويق الكامل علشان يجي السائحين ويجي النزلاء لي يبقى الرضا عندي صورتين تعبير ضمني وتعبير صريح تعبير ضمني وتعبير صريح التعبير الصريح هو عن طريق الاتفاق بين الفندق والنزل شفاهية أو عن طريق المراسلات اللي بتتم ما بين شركات السياحة والفناطق أما التعبير الضمني وهو عمل الدعاية والإعلانات في الصحف والمجلات علشان يكونوا سائحين على علم كامل بكافة الأماكن وكافة الفناديق بعد كده الركن التاني المهم جدا وهو المدة أنا قلت المدة والأجر مهمين جدا في عقد الإقامة فما هي المدة هو تعريفة إيه بأن يعقد لمدة محددة لازم العقد بيعقد لمدة محددة اتنين في الفناديق والبنسينات تحدد مندة الإقامة بمكاتبات قبل وصول النزيل يعني ساعات بتبقى بالمكاتبات وساعات بتبقى بالكلام الشفاهي تلاتة إذ لم تحدد مدة الإقامة فهنا بقت تدفع الأجرى يوميا ليه؟ علشان ما تترقمش الفواتير وإن النزيل يكون عليه عبء كبير من الفواتير فلو ما حدد ليش المدة اللي هو هيعودها عندي في الفندق ففي هذه الآونة من المفضل أنه يدفع الأجرى يوميا أربع الإختار عن السفر يتم قبل يوم السفر طبعا أنا عندي سائحين هيسفروا مثلا لبلادهم فهما بيختروا الفندق أنهم هيسفروا في اليوم الفلاني قبل السفر بيوم علشان طبعا الفندق يستعد ويعرف أن الغرف دي هتفضل ويعمل لها دعاية والإعلانات المناسبة خمسة يجوز فسخ العقدة لظروف طريقة طبعا بعد كده هنعرف إيه هي الظروف الطريقة دي يبقى من الممكن أننا نفسخ العقدة زي أي عقدة في الدنيا ممكن يتم فسخه يبقى مدة الإقامة وهو الركن الثاني من الأركان اللي يستند عليها عقد الإقامة هي المدة واحد يعقد لمدة محددة من المفضل أن العقد ده يعقد لمدة محددة اتنين في الفناطق والبنسيونات تحدد بمكاتبات يعني لازم تحدد بمكاتبات ما بين الفنادق وما بين شركات السياحة ثلاثة إسلام تحدد بقى في هذه الحالة لازم أننا أخلي النزيل يدفع الأجرى يوميا علشان لا يقع عليه عبء الفواتير الكتير أربع الإختار عن السفر أنا عندي السائحين لما يسفروا طبعا لازم يختروا إدارة الفندق بينهم هيسفروا قبل السفر بيوم خمسة يجوز فسخ العقدة للظروف طارئة ثالث ركن من أركان العقدة الإقامة وهو المساريف أو الأجر أو مساريف الإقامة الأجر أو المساريف ثمن المسكن يشمل نفقات أثناء الإقامة مثل المأكل والمشرب وغيره طبعا أنا عندي الفاتورة النهائية بتشمل كل شيء عمله النزيل عندي في الفندق من الغرفة من مأكلات أكلها في المطعم من خدمات طلبها من إدارة الفندق فكل دوت تعتبر الفاتورة النهائية الحساب الختامي للفاتورة بيشمل كل دوت زي الثمن الغرفة وأيضا مقابل الخدمة ودي مهمة جدا جزئية مهمة جدا أن الفندق بيطلب مني مقابل خدمة أو الرسوم خدمة هذه الرسوم طبعا بتعود بالنفع وبالأرباح ألاقي صاحب الفندق مصاريف الإقامة بتحددها القوائم الخاصة وتخضع لإشراف الدولة أنا قلت مش منتلقاء نفسي أنا صاحبة الفندق أنا اللي هحدد أسعار فندق بتاعي لأ طبعا لازم يخضع لإشراف كامل من الدولة مقابل الخدمة هو 10% في المعتاد نحن عارفين أنه مقابل الخدمة 10% يبقى الأجر أو المصاريف دوت كان ركن أساسي من أرقان عقد الإقامة هو 8 المسكن يشمل الإقامة والمأكل والمشرب الحساب الختامي كل دوت زي 8 المسكن ومصاريف الإقامة بتحددها القوائم الخاصة وتحت إشراف الدولة وال10% المقابل الخدمة اللي نحن عارفين آخر ركن من أركان اللي عقد الإقامة هو المسكن أو المحل المسكن أو المحل لازم طبعا أننا أمكن النزيل من الغرفة بتاعته هو جاي علشان ياخد الغرفة هل همنع الغرفة عنه؟ لا طبعا لازم تمكين النزيل من الغرفة بتاعته لأنه طبعا هيدفع لها الأجر المعلوم يكون الغرض من التأكير مشروع طبعا لازم إحنا يكون في حدود الأداب المعروفة عنها لازم يكون التأكير مشروع طبعا وأن تكون الغرفة مفروشة بفراش سليم هل من المعقول أن النزيل هيجي وأأجر له الغرفة وقوله أن الغرفة كاملة المواصفات ويطلع طبعا ما يلاقيش أي مواصفات داية لأ طبعا هتبقى موقف محرج للفندق وهتبقى سمعة غير طيبة للفندق فلازم أننا أخلي الغرفة على أهبط الاستعداد لأي نزيل يدخلها بعد كده يمنع من دخول الغرفة لعملين إلا باستئذان النزيل طبعا أنا عندي الموظفين والعملين في قسم الإشراف الداخلي عليهم العبء في تنظيف وتجهيز هذه الغرف فلازم الدخول يكون لي قواعد معينة واستئذانات معينة فما ينفعش الهجوم على غرف النزيل إلا بالاستئذان المناسب لكن هناك حالات ضرورية لدخول الغرفة لو حصل أي مثلا كوارث أو أي حاجة لقدر الله مثل الماس القهربائي أو الحرائق في هذه الحالة ما فيش استئذان طبعا إحنا بنخش الغرفة بننقذ ما يمكن إنقاذه في هذه القوينة فما فيش طبعا في هذه الحالات الطريقة الاستئذانة اللي إحنا عارفينه وبنتابعه بعد كده عدم تبديل الأساس أو تغييره إلا إذا حدث ضرر وطبعا لو نزيل طلع الغرفة ولقى أي نقص من الغرفة عليه أنه يطلب بالتعويض أو بإنقاص الفاتورة لأنه من حقه لأنه اتمنع من أنه يستمتع مثلا بالتكييف أنه ما يستمتعش بتلفزيون أي جهاز في الغرفة أو أي شيء في الغرفة تم تلفه أو عدم صيانته فمن حق النزيل أنه بيخفض من فاتورة بتاعته علشان هو ما استمتعش بالخدمة دي المعينة اللي هو كان عوزه يبقى آخر ركن من أركين عقد الإقامة هو المسكن أو المحل المسكن أو المحل واحد تمكين النزيل للغرفة أو للجناح لقاء أجر معلوم وقلنا الأجر المعلوم دي نقطة مهمة جدا اتنين يكون الغرض من التأكير مشروع تلاتة أن تكون الغرفة مفروشة طبعا دي أقل حاجة أنها تكون مفروشة بالفراش السليم اللائق أربع يمنع من دخول الغرفة العاملين إلا بالاستئذان المناسب من النزيل خمسة هناك حالات ضرورية يمنع منها الاستئذان مثل المسل القهربائي أو انفقار مصورة من مواسير المياه وهكذا ستة عدم تبتيل الأساس إلا في حدوث الضرر المعين بعد كده هنتناول جزئية مهمة وهي مشتملات عقد الإقامة مشتملات عقد الإقامة وهي المنافع التي يتمتع بها النزيل هي المنافع التي يتمتع بها النزيل طبعا النزيل عندي ما بيجيش ياخد الغرفة بس لا طبعا في حاجات بيستمتع بيها في حاجات بيطلبها من الفندق فلازم تكون يعني يكون الفندق على أهبة الاستعداد وهي دي تكون المجتملات واحد هي المنفع التي يتمتع بها النزيل منها الفراش ومنها كل شيء يطلبه النزيل اتنين أن يتضمن السعر حمام خاص أو تليفون أو تكييف كل ديت بتبقى معروفة بس على درجة الفندق المناسبة على مستوى الفندق المناسب وعلى نجوميته تلاتة إسأخطر النزيل الفندق بأي ضرر يتم إنقاذ التمن زي ما اتفقنا أننا طلعت لقيت الغرفة فيها نقص معين فيها تلف معين ما ينفعش أننا هدفع الفاتورة كاملة لا علي أننا أطلب أننا أنقص الفاتورة بتاعتي لأننا اتمنعت من الخدمة المعينة دي لأننا اتحرمت منها أربعة إذ لم يكن حمام بالغرفة يلتزم الفندق بتمكين النزيل من الحمام العمومي ودي بتبقى في حالات البنسينات لأن طبعا البنسيون ما بيوفر ليش الغرفة بالحمام بتاعها ولكن في الفنادق هو الحمام بيبقى ملحق بالغرفة خمسة استخدام حذيرة السيارات والحديقة طبعا أنا عندي النزيل لو قاعد في الحديقة مش هاخد عليه رسوم طبعا لو النزيل عندي أجر جرش العربية بتاعته طبعا مش هاخد على الحاجات البسيطة دي الرسوم ولكن أننا هفتحها للنزيل ويخلي الاستمتاع بتاعه كامل علشان ما يحسش أننا يعني بستغله في أي النقاط البسيطة دي فأنا لازم أمكنه من هذه الأشياء ويكون مستمتع كل الاستمتاع في الفندق يبقى مجتملات عقد الإقامة واحد المنافع التي يتمتع بها النزيل وهي الفراش اللائق ودرجة الفندق طبعا درجة الفندق هي اللي بتحددلي نوع الفرش ومستوى الفرش وكل هذه الأشياء أن يتضمن السعر الحمام الخاص والتليفون والتكييف إذا أخطر النزيل الفندق بأي ضرر يتم إنقاص من فاتورة الغرفة إذا لم يكن حمام بالغرفة طبعا لازم يلتزم الفندق أو البنسيون من تمكين النزيل من الحمام العمومي خمسة استخدام حذيرة السيارات والحديقة بعد كده عندي الخدمة يعني الخدمة هي الإيجار للخدمات مقابل الأجر اللي احنا اتفقنا عليه يبقى هي إيجار الخدمات التي تدخل في عقد الإقامة أي شيء بيعوزه للنزيل طبعا أنا لازم أنفزه وكل دوت بيبقى منافع للفندق من أرباح معينة الفندق يقوم بتزليل الصعوبات لراحة النزيل مثلا لو أنا عندي النزيل طلب أنه يفطر عنده في الغرفة مش هياخد رسوم إضافية ولا حاجة لا طبعا أنا هلبي هذه الرغبة للنزيل وطلع له الفطار في الغرفة بس طبعا أنا بحسبه على الفطار طبعا وكل هذه الخدمات لكن أنا بزلله كل الصعوبات وبوفر له كل الخدمات اللي هو بيطلبها علشان يحس أن الفندق بيجاوب كل طلباته وطبعا تبقى صمع طيبة للفندق وبيرجع تاني النزيل يرجع يتعامل مع الفندق دو يستخدم النزيل حمام السباحة ملاعب التنس أي خدمات أخرى طبعا بتكون على أهوبة الاستعداد لكل النزلات ويقوم الفندق بتسليم البرقيات والرسائل للنزيل أنا عندي قسم الاستقبال وقسم الاستعلامات بيكون بمثابة السكرتير الخاص للنزيل كل نزيل بيحس أن دوة السكرتير بتاعه بيقدم له كل التروت وكل البرقيات وكل الرسائل فبيحس أنه هو إنسان بيهتم به في هذا الفندق فطبعا بتسيب قلنا صمع طيبة للفندق وبيرجع يتعامل تاني النزيل معنا وبيحس بالاهتمام الكامل يبقى الخدمة هي إيجار الخدمات هي إيجار الخدمات مقابل مادي وكل الخدمات اللي بتدخل في عقب الإقامة الفندق يقوم بتزليل كل الصعوبات طبعا وبتكون كل طلبات النزلاء مجابة ومثلا لو استخدم حمام السباحة ملعب التنس أي خدمات أخرى بتكون مجابة للنزيل نتغل على جزئية الالتزامات الفندق عليه التزامات ولازم ندرسها ما هي التزامات الفندق؟ أول حاجة تسليم الشيء المؤجر ما ينفعش أن أنا أمنع الغرف عن النزلاء أنا عندي عدد من الغرف ليه أمنعها؟ لازم هتكون مفتوحة لكافة النزلاء وطبعا أنا أعيز أن الغرف طول الوقت وطول العام تكون متأجرة علشان أحقق الربح اللي أنا عاوزي تمكيني النزيل من الغرفة المؤجرة وأن يضع رقم للغرفة لازم طبعا أرقم الغرف اللي عندي علشان تسليل الحسابات وتسليل كل الإجراءات وكل الأمور الإدارية لازم طبعا تكون سهلة لو أنا رقمت كل الغرف وعملت لها الترقيم المناسب يسلم النزيل المفتاح أولنا والبطاقة البطاقة دي بتحمل رقمها كيمة الأجرة وأهم التعليمات الخاصة للنزيل عشان يكون عارف إيه هي تعليمات الفندق تجاه النزيل أربعة تتم عملية التسليم عند تتأكد النزيل من مطابقتها للواقع اتفقنا أن النزيل مش هياخد حاجة من غير ما يعينها طبعا هيطلع يشوف الغرفة مجهزة مفروشة فيها كافة الخدمات فيها كافة الحاجات اللي هو كان متوقعها علشان كده هيدفع بكل ترحاب ومش هيمتنع عن دفع الأجرة فلازم أنه هو بيطابقها وبيطلع وبيشوفها وقلنا واتفقنا أنه إحنا لو لقينا نقص في الغرفة عليه أنه يخفض من فاتورة الحساب بتاعته يبقى التزامات الفندق هو تسليم الشيء المؤجرة كانت أول التزام من التزامات الفندق أنه بيمكن النزيل من الغرفة اللي هو أجرها وبعد كده بيضع رقم للغرفة وبيدي النزيل المفتاح ومع المفتاح بطاقة بتحمل كافة التعليمات وتمن الغرفة وبتتم عملية التسليم عند تأكد النزيل من مطابقة الغرفة لكل توقعاته اللي هو عوزها بعد كده تاني التزام من التزامات الفندق هو الصيانة لازم أي شيء يكون مطلوب صيانته لازم يقوم الفندق على الفور بصيانة هذه الأشياء اللي تطلب الصيانة ليه علشان طبعا إحنا لو سيبنا الأشياء بيضة طبعا هتبقى صمع غير طيبة للفندق ولازم طبعا أن كافة الغرف تكون مجهزة تكهيز اللائق لكافة النزيل يبقى واحد يجب صيانة الشيء المؤجر اتنين إذا أصيب النزيل بسبب عطل بالغرفة عليه أن يرجع على الفندق قلنا بالتعويض عن طريق الإنقاص من ثمن الغرفة تلاتة طلب الفسخة عند تعرض النزيل للخطر لو حس النزيل أنه قاعد في الغرفة بدون أمان حسس أنه ممكن يتهجم عليه أي شخص آخر فممكن في هذه اللحظة أن النزيل بيسيب الفندق بتاعي وبيمشي ويبقى كده اتفسخ العقل أربعة عدم التعرض للنزيل بما يقلق راحته أو أي اعتداء على غرفته لازم أهيئ الهدوء الكامل للنزلاء في الغرف وما ينفعش أنه يبقى فيه دوشة دايما في اعتداءات على النزلاء وهكذا عدم الإزعاج للنزيل طبعا لأنه عندي طبعا النزلاء ممكن يكون فيهم كبار السن وهكذا أو مرضى أو أي شيء فلازم أن أنا أوفر الهدوء الكامل لهذه الغرف ستة يحل عقد الإقامة إذا وجد عيب جوهري مثل حجز الغرفة بحمام وأعطيت له من غير حمام أو حجز غرفة تطل على البحر وإعطيت له تطل على الفناء يعني أنا عندي النزيل جاي متوقع أن الغرفة ديت هتطل على البحر طلعت طبعا ولقى الغرفة بتاعته بتطل على الفناء الداخلي طبعا عليه أنه هيمشي وطبعا هيبقى مش عايز يتعامل تاني ويرجع لي للفندق تاني وخلاص أنا كده ما عملتش الدعاية ولا السمع الطيبة للفندق بتاعي فأنا يعني بستهتر بالنزيل وبطلعه ياخد حاجة هو مش عاوزة يبقى التزام الفندق بصيانة الشيء المؤجر دي كان التاني التزام من التزامات الفندق واحد يجب صيانة الشيء المؤجر اتنين إذا أصيب النزيل بسبب عطل بالغرفة علي أن يرجع للفندق بالتعويض عن طريق إنقاذ دمن الغرفة ثلاثة طلب الفسخ عند تعرض النزيل للخطر أي خطر أربعة عدم تعرض للنزيل بما يقلق رحته أو أي اعتداء على الغرفة بتاعه خمسة عدم إزعاج النزيل ستة يحل عقد الإقامة إذا وجدت أي بجوهري مثل حاجز غرفة بحمام ووجدت من غير حمام أو حاجز غرفة تطل على البحر وأعطيت له تطل على الفناء بعد كده هنلاقي التزام الفندق بتوفير الخدمة لازم كل الخدمات اللي بيطلبها النزيل لازم تكون متوفرة أما هو جاي الفندق ليه؟ لا طبعا أنا لازم أوفر له كل وسائل الراحة والاستجمال واحد لازم الخدم يكونوا مهيئين بإحتار كافة طلبات النزيل أنا عندي الخدم عندي العاملين كلهم بيعملوا ليه علشان يوفروا كل الخدمات والصعوبات للنزيل وبعد كده بياخدوا الأجر من النزيل وده اعتبر دوت هو الهدف النهائي للفندق وصاحب الفندق أنه بياخد الأرباح وبيوسعها في هيئة مرتبات وحوافز للعملين اتنين الاعتناء بالسيارة قلنا لو النزيل ساب السيارة بتاعته في الجراش لازم يتم الاعتناء بها الاعتناء الكامل ثلاثة أن يلمع الحزاء إزاتوريكا خارج الغرفة في بعض الفنادق بتوصل لدرجة أن النزيل لما بيسيب الحزاء بتاعه بيتم تلميع الحزاء والاعتناء بالحزاء فده بتعتبر لمسات بيلمسها النزيل فطبعا بتسيب سمعة طيبة جدا وبيرجع يتعامل معنا تاني في الفندق يبقى التزام الفندق بتوفير الخدمة للنزيل تي كانت من التزامات الفندق بعد كده الشيء المهم بقى ان التزام الفندق أن يحافظ على الأمتاع لازم أمتاعة النزيل تكون متوفرة لها كل وسائل الحماية والأمان واحد العناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزيل النزيل طبعا ما يش بيجي كده لا طبعا بيجي مع الحقائب والأمتاع لازم يكون مطمئنة عليها كل الاطمئنان اتنين على النزيل اختار الفندق بضياء أي شيء وإذا أبطأ سقطت حقوقه طبعا لو النزيل اكتشف أن الأمتاع بتاعته أو أي أشياء كان شايلها مثلا في الخزنة بتاعة الغرفة تم ضياءها فعليه أنه يطلب من الفندق التعويض وإذا أبطأ سقطت الحقوق بتاعته فلازم إذا وجد النزيل أي شيء ناقص أو أي شيء من هذه الأشياء لازم يبلغ طبعا إدارة الفندق على الفور تلاتة تسقط ضعوة المسافر بالتقادم طيب أنا عندي لو السائح سافر طبعا خلاص مدة ستة شهور أو سبعة شهور دي بتعمل على خلاص ضياء حقوق النزلاء لأن طبعا فات وقت وخلاص تم سفر النزيل أو السائح فكده أبطأ فيه الدعوة على الفندق فسقطت حقوقه الكاملة أربعة توسوة في معنى الودياء أنا عندي الودياء هي أي شيء يأتي بها النزيل أي شيء يأتي بها النزيل طبعا أنا عندي ساعات النزلاء بيستخدموا الخزائن بتاعة الغرفة وساعات بيستخدموا الخزائن اللي تحت في مكتب الاستقبال ففي أي شيء هو عاوز يشيلها طبعا أنا عندي نوعين من الخزن اللي هي ملحقة في الغرفة واللي تحت في مكتب الاستقبال فأي شيء بيأتي بها النزيل تعتبر وديعة لازم الاهتمام بهذه الودائع من قبل الفندق طبعا التوسوة في المسؤولية يسري عليها نفس الأحكام من حيث الأجر والإثبات والمسؤولية أنا عندي طبعا الخزنة اللي تحت في الاستقبال لازم أخذ عليها رسوم أما الخزنة اللي هي في الغرفة عنده الخزن الحديدية اللي في الغرف عند النزلاء. ما بنقودش عليها رسوم لأن خلاص هي دخلت في ثمن الغرف. بعد كده تابع الالتزامات أنا عندي الإثبات والمسؤولية. أنا عندي المودع والأشياء المودع وكيف يكون الإيداع. الإثبات شقع على النزيل. يعني أنا عندي النزيل دخل عندي الحقائب. فهو المسؤول عنه خلاص هو قال إن الحقائب دي بتاعته والأمتاعة بتاعته. حتى لو ما كانتش بتاعته خلاص. إن الفندق هيتم الاحتفاظ بأزيل أمتاع. ولو النزيل ما دفع ليش الأجر أو أجرة الغرفة. طبعا هيقوم بالتحفظ عليها. يبقى الفندق هيتحفظ على نزيل حقائب في حالة إن النزيل مش هيدفع الأجرة. المسؤولية إذا أثبتت النزيل إن الأشياء التي أو ضعتها طاعت أو سرقت أو حرقت. كان الفندق مسؤول. وقلنا إذا أبطأ النزيل في الدعوة سقطت كل حقوقه. لأن طبعا لازم النزيل إذا وجد أي شيء ضاع. لازم على الفور يبلغ. لو أبطأ قمنا ست شهور أو سبع شهور أو سافر. خلاص كده هو المسؤولية هو اللي يعني ما ألقاش المسؤولية على عاطق الفندق. فهو اللي أبطأ وهو اللي أهمل. بعد كده عندي جزئية مهمة وهي نزول القاصر للفندق. يعني القاصر هو اللي ما تمش السن القانوني. هو اللي مش معاه أي إثبات هوية. يبقى إذا قام بدفع مصروفات الإقامة دفع واحدة. يبقى عندي الفندق هيوافق إن القاصر ينزل عنده أو يأخذ غرفة عنده. في حالة إنه يدفع المدة بتاعته كلها دفع واحدة. أو إذا كان تابع شركة سياحية وتكون مقام الواصي. يعني خلاص أنا بتعامل. الفندق ده بيتعامل مع الشركة السياحية. فالشركة السياحية جابت له فوج من الطلبة اللي اللي لسه صغيرين. فخلاص هو موافق مضطر عليهم. إنه يوافق عليهم علشان هو من قبل واصي أو شركة واصية عليهم. التزامات الفندق القانونية. إذا وقت تسترق من صاحب الفندق أو أن يكون الشيء المسرقة تصلم بصفته. طبعا أنا عندي الفندق لازم يكون يهتم بكل الوداء زي ما اتفقنا. أو أي أشياء سامينة من قبل النزيل. الحالات القانونية التي يتم الإبلاغ عنها. أنا عندي ثلاث حاجات. لازم الفندق ما يبطأش في الإبلاغ عنها. إذا تم ولادة مولود أو إذا تم مرض لأحد النزلاء أو إذا تم حالة وفاة. يبقى الثلاث أشياء دول مهمة جدا أن الفندق أو صاحب الفندق ما يبطأش فيه الإبلاغ عنهم للجهاد المسؤول عن هذه الأشياء. يبقى واحد الميلاد اتنين المرض ثلاثة الوفاة. واحد الميلاد إذا قصر الفندق في التبليغ وقت عليه غرامة قانونية. طبعا إذا تم ولادة مولود في الفندق على الفندق الإبلاغ في فور حدوث هذه الولادة طبعا. وإذا أبطأ يتم توقيع العقوبة على هذا الفندق. اتنين المرض. لازم في حالة المرض بيبقى الفندق على أهوبة الاستعداد. طبعا بيعمل عزل لكل ملابس أو المفروشات الخاصة بهذه الغرفة ما بيتمش غسلها في المخسلة بتاعت الفندق إلا بانعزال. وبيتم المعقمات ومطهرات المطلوبة في هذه الحالات. طبعا. وما ينفعش حتى أننا أهوي المفروشات أو الوسائد في نوافذ هذه الغرفة. تلاتة الوفاء. إبلاغ الفندق في هذه الحالة. طبعا على الفور وإبلاغ الشرطة. يبقى واحد الميلاد إذا قصر الفندق في التبليغ وقت عليه غرامة قانونية. اتنين المرض يدم عزل النزيل مع تعقيم كل الأشياء الخاصة به. ولا يتم تنظيف الغرفة إلا بالمحالي للمعقمة. وعدم إرسال الغسيل قبل تعقيمه. وعدم وضع أي بيضات على النوافذ. ونقل المريض طبعا فور حدوث هذا المرض. ويتم فسخ العقد بالضرورة القهرية اللي اتفقنا عليه. ثلاثة الوفاة لازم إبلاغ الفندق في هذه الحالة وإبلاغ الشرطة. طيب زي ما اتفعنا نحن الفندق للالتزامات يبقى ليه امتيازات. إيه بقى حقوقه أو امتيازاته؟ واحد المبالغ لازم ياخد كل المبالغ المستحقة ليه. أنا سكنت النزيل يبقى لازم أخذ الأجر. أنا قدمت خدمة للنزيل يبقى ياخد الأجر. الامتيازات دي عكس الالتزامات. يبقى هو خلاص نفذ التزاماته فياخد بقى كل حقوقه. واحد المبالغ المستحقة لصاحب الفندق عن أجر الإقامة في زمة النزيل. اتنين الامتياز على الأمتاع. قلنا الامتياز على الأمتاع أنه لازم يحفظ الأمتاع في حالة رفض النزيل أنه يدفع الأجر. حتى إذا كانت غير مملوكة للنزيل. أنا ما ليش دعوها. خلاص النزيل جاب الأمتاع. جاب الحقائق. جاب الأشياء معي. فخلاص دي تعتبر مسؤولة من مسؤوليات النزيل. هو إذا النزيل أبطأ فيه لدفع الفواتير. فأنا هتحفظ على هذه الأشياء. بدون النظر إلى أنها كانت مملوكة للنزيل. ولا هو المسؤول عنها. إذا أخرج نزيل بعض الأمتاع تون علم الفندق إلى فندق آخر. فإن امتياز الفندق يقوم بالأسبقية. يعني أنا عندي سبلي النزيل الأمتاع في الفندق. وأخذ جزء من هذه الأمتاع ورح فندق تاني. فطبعا التحفظ فيه هذه الحالة بتقوم بالأسبقية في التاريخ. من الفندق الأول اللي تم نزول النزيل فيه. ففي هذه الحالة لازم هتكون الأسبقية للفندق الأول. أربعة. إن امتياز الفندق يشمل كافة الأمتاع والأشياء التي يحضرها النزيل حتى إن كانت مملوكة للغير دون علم الفندق. خمسة هي اشترط لامتياز الفندق وقود حيازة للأمتاع. ولو حاول رجال الشرطة رفع هذه الحيازة يترتب عليه. يعني أنا عندي مثلا النزيل جاب أشياء تكون مملوكة لزوجته. الفندق في هذه الحالة ملوكة دعوة. خلاص هو النزيل جاب الأمتاع دي وجاب الأشياء دي. وخلاص هيتحفظ عليها مقابل إن النزيل ما دفعش الأجر أو الأجرى. يفقد الفندق امتيازه على الأمتاع. إذا عاد النزيل للفندق فإن الأمتاع الحالية لا تضمن المرة السابقة. طبعا لو النزيل ماشي وما دفعش. وجه تاني حاجز عندي. الأمتاع اللي معاه في المرة التانية مش هتضمن أو هتوفي الأجر في المرة الأولى. طبعا لازم كل مرة ليها مسئولية وليها حيازة معينة. يفقد الفندق امتيازه إذا باع النزيل الأمتاع. طبعا إذا تصرف النزيل بقى وباع الأمتاع. إن الفندق مش هيعرف يتحفظ على الشيء خلاص تم بيغ. تابع الامتيازات. 6. الزام النزيل بوضع الأمتاع في الفندق. بتكفي لأجرة الفندق ولكن يعفى في الحالات الآتية. إذا اتفق على إعفاؤه من وضع الأمتاع. إذا قدم تأمين كافي للأجرة. إذا عندي النزيل لما بيجي لازم يكون معاه أمتاع. ليه؟ علشان أتحفظ عليها في حالة عدم الوفاء بالأجر أو بالأجرة. طيب ممكن نتفق ما بين صاحب الفندق وما بين النزيل. إنه خلاص مش هيجيب أي أمتاع. بس لازم تتعجل الأجرة أو لازم تدفع تأمين كافي لها. يعني خلاص قدم التأمين الكافي. 7. حق الحبس. حبس المنقلات للدين إذا نقلت بدون علم الفندق. له أن يحجز عليه خلال 30 يوم من نقل. يبقى الفندق ليه الالتزامات في هذه الحالة. لامتيازات في هذه الحالة أنه بيحقص على المنقلات خلال 30 يوم. 8 الحجوزات التي وقع الفندق. إذا فقد الفندق حياسته كان أمامه عليه أنه بيخفض من الأجرة أو بيعمل أي إجراءات تاني. علشان ياخد أي شيء من النزيل. طيب بعد كده احنا خلاص امتيازات الفندق. نتكلم بقى عن حقوق النزيل. يبقى الفندق خلاص. الالتزامات وامتيازاته. خلصناها. ناخد بقى حقوق النزيل. إيه هي حقوق النزيل؟ حقوقه باعتباره ساكن. هو طبعا عندي ساكن. فلازم أوفر له كل وسائل الراحة. قلت عدم الإزعاج. عدم التعدي عليه. يعني عدم إزاؤه بأي شيء من الأشياء. الإقامة المريحة. إن أنا لو عندي أي شيء في الغرفة. مش لأك ليه. بعمل لها الصيانة. لو هو مش لأي أن الحاجات دي يعني مناسبة ليه. بخفض من سعر الغرفة. زي ما اتفع. طبعا لازم أوفر له كل الوسائل بتعمل على توفير الراحة والأمان ليه. حقوقه باعتباره نزيل. لازم أضمن سلامته. هو نزيل عندي. يبقى ممكن أكلم أنه ساكن. أنه نزيل. أنه يعني يعتبر ساكن ونزيل في نفس الوقت. يبقى لازم أوفر له السلامة. أوفر له المتعة. أوفر له الخدمات كلها اللي بيطلبها. يبقى لو جنف المتحان وقالنا ما هي حقوق النزيل. هنقول باعتباره ساكن وباعتباره نزيل. ويعتبر ساكن ويعتبر نزيل. هذه التعليمات تصل للنزيل بمجرد وصوله للفندق. أو تعلق في مكان ظاهر بمكتب الاستقبال. كل هذه التعليمات بتبقى موضوع في مكان ظاهر علشان النزيل يحس أنه هو في أمان. أنه محدش هيتعرض له محدش هيئذيه بأي صورة من الصور. يعطي الفندق النزيل بطاقة تشمل أنه كل حاجة. يعني أنا خلاص أنا حجزت عندك في الفندق. باخد المفتاح وباخد التعليمات الخاصة بالغرفة من حيث الأجر ومن حيث التعليمات. من حيث كل شيء يخص الغرفة. التعليمات الخاصة بالمفتاح. مواعيد تناول الوجبات. مواعيد الإختار عن العنوان التالي. وطريقة الاستقبال بتاع الزائر بالغرفة. انقضاء عقد الإقامة. يعني إيه انقضاء عقد الإقامة؟ يعني خلاص انتهت العقد الإقامة هينتهي. أسباب الانتهاء عديدة. أسباب عامة. أسباب عقد الإيجارة. أسباب عقد الوديع. واحد الأسباب العامة. ممكن يحدث الوفاة. لو تم وفاة النزيل. خلاص كده. خلاص انقضت عقد الإقامة. خلاص دي ظروف طريقة. ما فيش يدي فيها. فخلاص تم انقضاء عقد الإقامة. أو المقايضة أو التجديد أو الاستحالة أو تقادم الالتزام. اتنين أسباب عقد الإيجارة. انقضاء مدة الإقامة وتقادم الالتزام. أسباب عقد الإيجار. هو انقضاء مدة التعاقد أو تقادم الالتزام. ثلاثة أسباب عقد الوديعة بتنقضي بنفس الوسائل اللي اتلمنا عنها. طيب ناخد واحدة واحدة وهي الأسباب العامة. واحدة واحدة وهي الأسباب العامة. الوفاء. وهذا لدفع النقود لحساب الفندق. المقايضة. إذا التزم معهدا بتوريد بضائع للفندق. التجديد. إذا قدم الفندق عقد جديد بالمبلغ المستحق على النزيل. الاستحالة. في حالة الظروف الطارقة. مثلا لو تم القاء القبض على النزيل. طبعا استحالة أنه هيوفي المبلغ اللي عليه. تقدم الالتزام. إذا تقدم الالتزام بترفع مصاريف الإقامة وتقادمت دعوة الفندق. يعني أنا عندي ما دفعش. خلاص. الفندق ما طلبش بحقه. زي بالظبط لما النزيل بيكون تم سرقته أو تم إنقاص حكته. فما بلغش. فخلاص المدة خلصت ستة شهور عدت. فكده حقوقه سقطت. اتنين أسباب عقد الإيجارة. اتنين أسباب عقد الإيجارة. واحد. انقضاء مدة التعاق. عقد الإقامة لازم يكون محدد. زي ما اتفقنا. لازم يكون محدد. ولازم يكون مصعر بالأسعار اللي بتفرض علينا إشراف الدولة. يبقى عقد الإقامة محدد. لازم ينقاضي عندما يصل الأجل لغايته. يعني أنا خلاص. حجزت عندي أسبوع. خلاص انتهت الأسبوع. هتحجز عندي تاني. هتجدد على العقل. في حالة عدم تجديد مدة الإيجار. فإن الإيجار يدفع يوم بيوم. والقانون يتطلب ضرورة الإختار في حالة انتهاء الإيجار. اتنين التقادم. للفندق الحق في مقاضات النزيل. يعني ممكن النزيل النقاضي. يعني يتم مقايضته. يعني مبادلته. مش هيدفع. بس هيقدم لنا مثلا حاجات هيقدم لنا مواد خام. هيقدم لنا أي شيء من هذه الأشياء. ويتقدم بالمدة التي يحدثها القانون. وهي سنة تحسب من يوم استحقاق الدين. خلاص. يبقى أنا عندي أسباب لإنتهاء عقد الإقامة. أسباب عقد الوديعة. هي هي نفس الوسائل. طيب. إحنا يعني هي أسباب عقد الوديعة. هي أسباب عقد الإيجار. كلها بتجتمل على نفس الوسائل. تنقاضي بنفس الوسائل التي ينقاضي بها الالتزامات الاتفاقية. اتنين التزام. الفندق بالمحافظة على الأمتاع. بوجود الأمتاع وحضور النزيل والمسئولية عندما يأخذ النزيل الأمتاع عند المغادرة. يصبح الالتزام مستحيل. أنا عندي لو النزيل قلنا. اتفقنا أنه اتصرف في الأمتاع بتاعته. باعها. يبقى الفندق إزاي هيحجز عليها؟ يبقى خلاص. في هذه الحالة. مفيش أمتاع أنا هحجز عليها. الفندق مش هيعرف يحجز على الأمتاع. لأن النزيل اتصرف في هذه الأمتاع. امتيازات الفندق تاني فيها جزئيات نتكلم عنها. وهي المبالغ قلنا المستحقة. يعني امتيازات الفندق عن حقوقه عند النزيل. هو قدم خلاص الالتزامات. فعليه أنه ياخد بقى حقوقه من النزالات. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في زمة النزيل. وهي الأجرة. الخدمات اللي خدها النزيل لازم تدفع عنها المصاريف المناسبة. له حق الامتياز على الأمتاع اتفقنا. الأمتاع اللي جابها النزيل. كل الأمتاع بيحجز عليها الفندق في حالة عدم الوفاء بالأجر. اتنين يقع الامتياز على الأمتاع. حتى لو كانت غير خاصة بالنزيل. أنا خلاص ما عنديش تصرف تاني. النزيل جاب أمتاع حتى لو مش بتاعته. حتى لو بتاعت زوجته بتاعت ابنه. بتاعت شخص آخر. بس الفندق لازم يتحفز على هذه الأمتاع بيهدده من باب التهديد. علشان النزيل يدفع الأجرى. يبقى يقع الامتياز على الأمتاع حتى لو كانت ليست خاصة بالنزيل. وأن صاحب الفندق يعلم وقد إدخالها عنده بحق الغير. وأن لا يعرف أنها مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن ينقل الأمتاع من فندق يعني لو تم نقل هذه الأمتاع من فندق آخر. الفندق الأوليني هو اللي بيحجز ليه. أنه تاريخ نزول النزيل في هذا الفندق هو سابق للفندق الآخر. ولم يستوفي حقه. فهي نقلة الأمتاع دون علمه. فإن حق الامتياز يبقى دائما على الفندق الأول. ثلاثة امتياز صاحب الفندق بيكون على النزيل. لازم يجيب أمتاع ولازم يجيب أشياء. ولازم يشيل عندي أشياء عندي في الفندق. في حالة عدم موافقة النزيل على دفع الأجر أو دفع الأجر بتاعة الغرفة. لازم يكون الفندق هيحجز على هذه الأشياء. فلازم يكون النزيل على علم بهذه الأمور. إن أنا لو مش هدفع الأجر. خلاص أنا هيتم التحفظ على الأمتاع بتاعتي. يبقى ثلاثة لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي تكون للمؤجر. فإذا ده ساحة من الإسنان قدم الأسبق في التاريخ. يعني إيه أنا قلت النزيل لو مشي من الفندق الأولاني وروح فندق تاني ببعض الأمتاع. يعني مين اللي هيحجز على الأمتاع هيكون الفندق الأول لأنه سابق في التاريخ. أنا عندي عقد الإقامة نتفق ونقول أن تناولها القانون البرتغالي والقانون السوداني. القانون البرتغالي أطلق عليه عقد الفندقة. أما القانون السوداني أطلق عليه عقد الإقامة. وطبعا إحنا اتفقنا أن عقد الإقامة دوت يعني إيه؟ يعني اتفاق ما بين الفندق والنزيل. الفندق هيقدم لي أشياء والنزيل هيدفع تمن هذه الأشياء. طب لو النزيل مدفعش هذه المبالك. خلاص. الفندق لازم يحجز على كل الأشياء الخاصة بالنزيل. وما يبطأ فيه التحفز على هذه الأشياء. لأنه ممكن النزيل في أي وقت يبيع الأمتاع بتاعته. ينقل الأمتاع بتاعته من مكان للفندق الأوليني لمكان الفندق الآخر. وطبعا لو حجز في فندق آخر أو فندق تاني. هيكون الفندق الأوليني للإستحقاق الأول لأنه في الأسبق في التانية. يبقى النهاردة اتكلمنا عن عقد الإقامة. وكان قلنا تناوله العقد البرتغالي والعقد السوداني. القانون البرتغالي والقانون السوداني. طيب بعد كده أنا عندي تلات حالات قلنا ممكن يتم فسخ العقد فيها إذا كان المريض إذا كان النزيل مريض إذا كان النزيل تم وفاته والأي ظرف من الظروف. ففي هذه الحالات هتكون حالات طريقة خارجة عن إرادة الفندق. فهيتم فسخ العقد في هذه الظروف. واتكلمنا أن النزيل لي حقوق كثيرة. منها حقوق أنه هو لازم يكون كنزيل وكساكن. لازم يتوفر لي كل وسائل الراحة والأمان. ما يتم إيزاؤه بأي صورة من الصور. ما يتم وقع أنه يشتكي من أي شيء. ولو تم ضياء أي شيء من أشياءه عليه أنه يبلغ إدارة الفندق على الفور. لأنه إذا أبطأ فيه الإبلاغ لمدة ستة شهور سقطت كل حقوقه. سقطت كل دعوته. وليس ستبقى لها أي فايدة. لأنه أبطأ. سافر. فليس سينفع أنه يتم إعادة أنه يعمل دعوة للفندق ويطلب حقوقه. واتكلمنا أن عقد الإقامة حاجات كثيرة قوي داخل عقد الإقامة. هو عقد نقل. عقد بيع. عقد عمل. عقد مقاولة. عقد إيجار. عقد عمل. يعني أنا عندي كل العاملين في الفندق لازم يكونوا على أهبة الاستعداد إنهم ينفذوا كل طلبات النزيل. مدام كانت فيه حدود الأداب والحقوق المشروع اللي احنا عارفنا. وإن طبعا لو النزيل طلع الغرفة ولأ أي شيء ناقص. لازم على الفور إنه هيطلب بالتعويض أو هيطلب إنقاذ تمن الغرفة. لأن الفندق هو أثر فيه تقديم شيء ضروري للنزيل. مثلا الفراش غير مناسب. مثلا الغرفة اتحجزت. والنزيل عارف إنها بالحمام بتاعها. وطلع لأ إنه هي مش ملحق بيها حمام. إنه مثلا كان عاوسها تطلع على منظر معين البحر لو في فنادق الشواطئ وتم إنه طلع الغرفة ولقاها بتطلع على الفناء الداخلي. في هذه الحالة نحن هنسيب سمعة غير طيبة للفندق وأنه طبعا النزيل في هذه الحالة مش هيرجع يتكرر ويرجع ليه يتعامل مع الفندق تاني. فهذه الحالات كلها لازم تكون النزيل عارفها. يعني مثلا أنا طلع ولاقي إن الغرفة لازم تكون مهيئة ومفروشة بالفراش المناسب لدرجة الفندق. لنجومية الفندق لمستوى الفندق. طلعت لقيت الغرفة فيها أشياء كتير قوي بيضة. عايزة صيانة كاملة. مش طبعا مش هينفع إن أنا أحجز هذه الغرفة. وطبعا مش هرجع أقرر إن أنا أتعامل مع الفندق تاني. وفي هذه الحالة هيكون الفندق الساب سمعة غير طيبة. لنفسه مش هيكرر التعامل معي تاني النزيل ومش هيجي تاني النزيل لهذا الفندق. وتكلمنا طبعا إن أنا عندي مثلا لو حالات حصلت في الفندق لازم أبلغ عنها. إذا تم ولادة مولود في الفندق لازم. إن أنا على الفور إن أنا أبدأ أبلغ الجهاد المسؤولة. لو حدث مرض لأي مريض في الفندق لازم أبلغ الجهاد المسؤولة. والوفاة طبعا لازم أبلغ الشرطة والجهاد المسؤولة. طب إذا أبطأ الفندق في الإبلاغ عن ولادة مولود طبعا وقت عليه الغرامة أنا عندي الفندق لازم يكون مسؤول كل المسؤولية عن هذه الحالات في الميلاد في المرض في الوفاة فطبعا ولادة مولود لازم أن أنا على الفور أبلغ أن تم ولادة مولود عندي في داخل الفندق اتنين المرض طبعا إحنا عارفين في الأولى الأخيرة الأمراض والفيروسات المتعددة في البلاد فلازم أن أنا أتعامل بحذر في هذه الأشياء طبعا المريض عندي الملابس بتاعته أو المفروشات بتاعته ما يغسلهاش أبدا في المخسلة بتاعتي ما ينفعش طبعا ما ينفعش أن أنا أغسل الملابس دي مع الملابس العادية فيتم غسل كل المفروشات وكل الحاجات الخاصة بالنزيل المريض بصفة يعني أنا أحجز كل ملابسه على جنبه وتم اتعامل معها بحذر بالمعقمات والمطهرات بكل الأشياء دي وطبعا أنا عندي حتى أن أنا مش هقدر أن أضف الغرفة النظافة المعتادة لازم أن أضفها بكمية مطهرات بكمية معقمات وبتختلف عن أي غرفة لأن دوت فيها مريض فيها فيروسات فيها جراسيم حتى أن أنا مش هقدر أن أنا أعرض كل الوسائد وكل المفروشات على النوافذ زي ما أنا متعودة مش هينفع لأن المريض دوت خلاص عرفت أن الغرفة دي فيها مريض فلازم ألتزم الأعزاء يعني أشوف الحالات المناسبة للتعامل في هذه الحالة وطبعا تلاتة الوفاء أنا لو عندي تم وفاة نزيل فمش هينفع أن أنا أبطأ في هذه الحالة لازم أبلغ الجهاد المسؤولة لازم أبلغ الشرطة لازم أبلغ كل الجهاد المسؤولة عن هذه الظروف يبقى أنا عندي كان عقد الإقامة موضوع شايق جدا فكنا لازم نتناول فيه بكل شيء يعني عالت أن تلتزمات الفندق كانت عديدة الفندق لازم يلتزم بأنه بيوفر لي الغرف للنزلاء ما نفعش يحجب غرف عن النزلاء ما نفعش نزيل ييجي ويقول أنا عايز غرفة أحجبها عنه ومش هينفع أنا عندي لازم أن أنا أعرض كل الغرف ليه هو أنا هحجبها ليه أنا عندي الفندق لازم كل أهدافه تكون تحقيق الأرباح المسؤولة مناسبة من عرض كل الغرف للكافة النزلاء وعندي طبعا أنا لازم الفندق يكون مهيئ أنه يعمل سيانة دورية لكل أشياء اللي في الغرفة ما نفعش النزيل يطلع ويشوف أي حاجة نقصة ما نفعش النزيل يطلع ويشوف أي حاجة يتم سيانتها ما نفعش أنه هو يطلع يلاقي كل حاجة في الغرفة مش مناسبة للدرجة اللي هو جاي عليها أنا جاي الفندق مثلا خمس نجوم لازم ألاقي كل شيء موجود مظبوط كل حاجة كل الفراش مناسب ولائق لهذه الدرجة من درجات الفندق ما نفعش أجي الفندق ألاقي حاجة نقصة ففي هذه الحالة هنزل طبعا وهطلب أن أنا أخفض من سعر الفاتورة بتاعتي وما ينفعش أبدا في هذه الحالة أن أنا أدفع الفاتورة الكاملة وكمان لازم الفندق يكون ملتزم بتوفير الروحة وعدم الاعتداء على النزيل طبعا أنا عندي النزيل بيكون في الغرفة نايم ويعني مش عايز أي إزعاج فما ينفعش طبعا أننا يكون في دوشة في إزعاج في أي اعتداءات أو أي أزى لمشاعر النزيل ما ينفعش خالص أن النزيل مش هيرجع يتعامل مع هذا الفندق بأي صورة من الصور وطبعا أنا عندي حالات استئذان أنا مش هينفع أن أنا أدخل أهجم على الغرفة كده لكن في حالات طريقة ممكن أن أنا أقدر أفتح الغرفة بسرعة وأدخل الغرفة بسرعة وهذه تسمى الحالات الطريقة أن طبعا مثلا انفجار في مصورة المياه مش هقدر أن أنا أسيبها وأقول لا ده أنا لازم أستأذن لازم أستنى لازم أعمل كل قواعد الاستئذان لا طبعا في هذه الحالة بيتم دخول العاملين على الفور ليه علشان يعتنوا بكل الأشياء اللي حصلت المثل القهرباء اللي حصل المثل الحريقة لقدر الله حصل في الغرفة ففي هذه الحالات يجب أن يكون الفندق مثلا خلاص هيلغي كل قواعد الاستئذان أنا عندي كل العاملين في قسم الإشراف الداخلي هم المسؤولين عن نظافة الغرفة طبعا وتجهيز الغرف التجهيز اللائك فلازم أن أنا أستأذن طبعا النزيل قبل ما أدخل أغير الميليات أدخل أضبط الغرفة الغرفة أنضف الغرفة وادخل أكمل نواقص الحمام بس ديت دي الحالات العادية أما الحالات الطريقة بتستدعي أن أنا أقصر كل القواعد دي وبدخل طبعا علشان أضبط الغرفة التصبيت اللائك وألحق الحاجات اللي تم تلفها مثل قلنا الانفجار بتاعة المواسير المياه مثلا حدوث ماسي قهربائي هيحدث بعضه مثلا حريق ولا قدر الله يبقى كده عندي التزامات للفندق عديدة لازم يعمل على صيانة الشيء المؤجر لازم يقدم الغرفة للنزيل بكافة الصور اللائقة لازم تكون مفروشة اتفقنا لازم تكون لائقة ودركة الفندق طبعا عندي مشتملات منافع لازم يستمتع بها النزيل عندي مثلا النزيل هيحط العربية بتاعته في الجراش مش هاخد عليها رسوم عندي النزيل هيستمتع بالحديقة بحمام السباحة هيتجول في الملاعب هيتجول في الحديقة هيتجول في النادي الرياضي ملاعب التنس ملاعب الجولف كل الأشياء دي طبعا أنا عندي بقدمها للنزيل تعتبر مشتملات بس الفطورة النهائية بتشمل ثمن المسكن زي الثمن الخدمات كلها التي تم تقدمها للنزيل بس فيه أشياء بسيطة بتعمل لمسة زوء لمسة زوء أن أنا بقدمها للنزيل زي مثلا لو طلب الفطار في الغرفة بتاعته طبعا بطلع له الفطار بحسبه على ثمن الفطار لكن مجرد أن أنا طلعت له الفطار وجوبت كل طلباته بيعتبر دية سمع قلنا طيبة للفندق بتسيب أثر يعني إيجابي في نفوس السائحين أو النزلاء اللي هما بيجوا عندي يبقى كانت أهم شيء عندي هو عقد الإقامة تعريف عقد الإقامة هو اتفاق ما بين النزيل هو الفندق بأن يمكن الفندق النزيل من الإقامة من المسكن المأكل مقابل أجر معين وقلنا اتفقنا أن الأجر المعين دوت بتفرضه كل الإشراف الكامل للدولة منفعش صاحب الفندق الفلاني يقول لا أنا أسعاري عالية منفعش صاحب الفندق الثاني يقول أن أسعاري أقل لازم يكون الإشراف الكامل من قبل الدولة على الأسعار لأن لو إحنا سيبنا الأسعار دي لأي صاحب فندق مش هينفع لازم يكون الإشراف الكامل للدولة في هذه الأسعار وتكلمنا أن النزيل أول ما بيجي لازم بياخد مفتاح الغرفة بتاعته ولازم تكون مرقمة ولازم بياخدها معها التعليمات الخاصة بالغرفة لازم تكون موجود فيها كل التعليمات كل الإجراءات اللي بياخدها وكل حاجة بتخص الغرفة من سعرها من إمتى موعد الفطار والغدا والمينيوهات بتاعة الفطار والغدا وإمتى وكيف يتم استقبال كمان النزيل طب كل التعليمات ديت وكل الأشياء ديت بتكون في بطاقة بيقدمها موظف الاستقبال للنزيل وموظف الاستقبال وموظف الاستعلامات ده بما سيبت قلنا السكرتير العام السكرتير خاص للنزيل السكرتير خاص زي إيه؟ إنه بيقدم له كل الحاجات اللي بتجيله ممكن يجيله طارد ممكن يجيله برقيات رسائل أي شيء من هذه الأشياء بيكون موظف الاستقبال أو موظف الاستعلامات بمثابة السكرتير اللي خاص للنزيل كيبقى لازم النزيل بيكون مدلل بيكون كل رغباته مجابة مدام في حدود الأداب المعروف عنها وتكلمنا على حتة الأمتعة وحيازة الأمتعة لازم النزيل يكون جايب معاه الأمتعة الخاصة بي ليه؟ علشان الفندق يحس إنه النزيل مستعد إنه يقعد ويعنده الاستعداد مش جاي كده من غير أي أمتعة فكمان بيتطمن إدارة الفندق بتطمن إن النزيل جايب حقائب وأمتعة ليه؟ لإن في حالة عدم الوفاء بالأجرة أو بالأجرة بتاعة الغرفة في هذه الحالة أنا خلاص أنا صاحبة الفندق هحتفظ بي الأمتعة هحجز هذه الأمتعة علشان أخذ يعني أخذ تمن هذه الأمتعة وتكون هي تمن الأجرة اللي تهرب منها النزيل وما دفعهاش طب افرد النزيل جايب أمتعة مش بتاعته مثلاً خاصة بزوجته خاصة بابنه خاصة بأي شخص الفندق ماليوش دعوة خلاص هي جت الأمتعة دي وجت خلاص الأمتعة فلازم يتحفظ عليها الفندق بأي صورة من الصور يبقى احنا من نهاردة تناولنا عقد الإقامة وكان موضوع ملم بكافة الأشياء الخاصة بالنزيل بالفندق بكل شيء يخص إقامة النزيل في الفندق أتمنى كل توفيق والنجاح لطلبة طالبات الصف الثالث الفندقي وإلى اللقاء في حلقة قادمة موسيقى